يعني تعتقدين أن المغني فرحاتم هني يملك كل هذا الوعي السياسي ليقوم بهذا الدور الخبيث بالسيغة التي تتحدثين عنه أستاذ التوظيف يقول جين شارب في كتابه من الدكتاتوريات إلى الديمقراطيات وهذا المنظر للثورات الداخلية والثورات الملونة والثورات السلمية وثورات العنف هذا الملقب بكلازويتس العنف يقول أننا نحتاج إلى مناظلين أغبياء وهم أغبياء مفيدون أنا لما نشوف الآن واسمح لي نشطاء سياسيين أو رؤساء أحزاب هم يطلقون على أنفسهم أنهم نخبة سياسية وهم لا يتعدون أو يمثلون مظهرا من الانحطاط الفكري والمحدودية الفكرية يعني نشوف شبه أمي يتحول إلى سياسي عظيم عن طريق التعبئة الشعبية وعن طريق خطابات الرعونة والجهل ونشر الغباء في أوسط الجماهير وإثارة العاطفة والعرقية فقط وقلت تحولت المطالب من مطالب ثقافية إلى حكم المطالبة بحكم ذاتي ولما نقول حكم ذاتي بمعنى ما ورد في مسودة الدستور يعني بداية أو عبارة عن انعكاس أو تجسيد لحكم فيدرالي وين تكون مجموعة من البلديات تتمتع بالإدارة الذاتية بينما في سياستها الخارجية وشؤون الدفاع تبقى مرتبطة بالدولة الأم النقطة الثانية قلت تحولت من المطالب الثقافية إلى حكم ذاتي إلى استقلال واضح ويعني حتى لا نفعل كثيرا هناك أكثر من مئات حركة للاستقلال الانفصالي في العالم منهم في إسبانيا حتى في فرنسا حتى في إيطاليا لكن عملية التوظيف هذه التوظيف السياسي يجب أن نفهمها ونضعها في محورها الطبيعي حتى نفهم كيف يتم تتم المغالطة مغالطة التوظيف ما هي آليات المستعملة كيف يتم استقطاب الجماهير وكيف أو ما هي مآلات الصراع وكيف نقول مآلات الصراع يا أستاذ نتذكر فقط أو أذكر أن أول نقطة التي طالت مرحلة الحرب الباردة هو الحرب اليوغوسلافية وين أدت إلى تفكك الاتحاد اليوغوسلافي بعد كوارث إنسانية يعني باش نقش الموضوع بصفة موضوعية الدولة ملزمة بالتعامل بالتعامل مع هكذا ظواهر لأن هذه ظواهر عادية لأن التنوع اسمح لي يا أستاذ التنوع العرقي التنوع العرقي التنوع في النسيج الاجتماعي التنوع السياسي كل هذه هي نقاط أو عناصر قوة وليست عناصر ضعف لكن أن يوظف هذا الاختلاف العرقي وهذا الاختلاف اللغوي ويعني يوظف بطريقة مجحفة أنا شفت الأمينة العامة للحزب العمال مباشرة بعد أو بمجرد انطلاق الحراك في 22 فيفري تخرج يعني في صورة أو مظهر من الانحطاط الفكري والأخلاقي وتقول يعني تقرر يعني ما نفهمش أنا من جابت هذا الصيفة وتقول نحن عرب ولسنا أمازيغ يعني كل جزائري كل جزائري يعرف أصله أمازيغ ولسنا عرب يعني كل جزائري سمحني يا أستاذ كل جزائري سمحني يا أستاذ كل جزائري يعرف أصله يعرف باباه يعرف جده يعني ما نشنستنوا في حزب اللي كان مشرفا على انقلاب سياسي وكان مشرفا على تفكيك مؤسسات الدولة أنه يقرر في لحظة مصيرية ويتوجه للجماهير لمجرد التعبئة ويقرر أن الجزائريين هم أمازيغ ولسوا عرب شكرا للمشاهدة